دعونا نبدأ معاقب النادي الأهلي ورؤيتك لبدايات النادي الأهلي هذا الموسم حتى الآن طبعاً احنا النادي الأهلي طبعاً أكيد بدأ سيزن ببطولة سوبر الأفريقي وما كانش فيه توفيق فيها ولكن من الظلم بردن كنت بتلعب ماتش واحد فطبيعي مش مقهص لأن دي ماتش واحد أنا متأكل النادي الأهلي لو تعادل ماتش ده تاني أكيد الفرص اللي جات ما كانش فيها التوفيق أكيد في المباراة التانية كان هيبقى فيه التوفيق ونادي الأهلي طبعاً لما يدخل بطولة أكيد بيلعب على المكسب دايماً لكن اللي يهمني على المستوى السيزن كله كابتن إسلام تعاندك بطولات كتير فطبيعي النادي الأهلي يبقى عنده سكواد كبير جداً والحمد لله النادي الأهلي قدر يعمل صفقات كويسة جداً في بداية السيزن وفي نفس الوقت يعني يدخل إمام ومودست وأكيد ورودة سليم أكيد كل الناس دي أكيد هتستفاد من النادي الأهلي وهتفيد النادي الأهلي يعني بداية كويسة جداً ويمكن قلت أن الساعات ممكن البطولات في البداية ساعات بتخلي بس طبعاً مش مع النادي الأهلي النادي الأهلي كبير بينعب على البطولات دايماً ولكن ممكن تكون فيه بطولة في البداية تخليك أنك أنت تريح شوية مع البطولات اللي النادي الأهلي واخدها قبل كده فطبيعياً اللعبة ممكن تريح شوية ولكن ده ما بيحصلش في النادي الأهلي وممكن تكون رب دارة النفعة زي ما بيقولوا أنك أنت تخسر بطولة كبيرة زي السوبر فأكيد لعبت النادي الأهلي والنادي الأهلي وجماهيره بيجززوا على أسنانهم إنه هو خلاص وده اللي أنا قلته بداية كانت قوي جداً في الدوري مع النادي المصري يعني بصراحة النادي الأهلي أنا متوقع أن كل مواطش مش أهلي من 2-3 أهداف لأنه عندك الجزء الأمامي قوي جداً الجزء اللي من خلف كمان الناس نصر الملعب بتكمل زيادة بتعمل زيادة عددية بتجيبي جوال فأنا شايف النادي الأهلي السناني دي فريق قوي بدأ الدوري كويس سكواد كويس آه طبعاً سكواد كويس جداً وكان فيه ناس بتكلم على أن فيه فرق فيها سكواد كويس وهي بتبقى رقم واحد لأنا شايف النادي الأهلي هو أقوى آه طبعاً بعض الفرق دعمت وعندهم لعيبة كويسة جداً ولكن النادي الأهلي سوزل النادي الأهلي وباللعيبة اللي موجودة بجمهوره العظيم اللي موجود بأكيد بمساندة الإدارة فبداية كويسة جداً للنادي الأهلي وفيه توقف أكيد من السر كولر أكيد هيعيد حساباته الناس اللي كانت مصابة هترجع تاني ولاني السيزن لسه طويل فأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله